تحقيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عدى الجمعة والسبب من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وأنا قادم للستوديو أنا أحب أتكلم بصراحة ما أريد مثالية في الإعلام وبصراحة ما أحب بالمثالية لأن أقدر أمثل سهل التمثيل على الشاشة سهل أن أخرج ملاك على الشاشة لكن تمثيل في الإعلام لا يربي جيلا التمثيل جعلناه للفنانين مسرحية فيلم هم يمثلون لكن لما تتكلم عن قضايا المجتمع لا تحتاج لتمثيل تحتاج لواقعية لقيني أحد الأفاضل من إدارة التلفاز أنا أشوف إلا إينا الشفافية يا رب ما يفنشوني يقوله أمين قال يا شيخ أنا يعني لو تغير نظارتك قلت ليه غير نظارة قال لأن هذه النظارة شوية غالية أنا ما أدأ أسوي دعاية والله العظيم بس أراويك كيف إحنا منساعد الناس تتمثل إحنا منساعد الناس تظهر بثوب الزهد إحنا منساعد الناس تنافق فقال لأن النظارة هذه ماركة ويمكن حتى لا نكشي غديني لا بد نطلع بمنظهر التواضع أو الزهد فقلت له لا سألبس أفضل نظارة وأخرج للناس بوسيم يوسف الإنسان ليس بوسيم يوسف الزهد الذي يريد أن يزهد الذي يريد أن يزهد يزهد بداية مع ذاته لا مع الناس فقال رأيك قل طبعا رأيه أنتم هكذا تساعدون على إظهار جيل من الدعاء يريد أن يمثل ويراعم شاعر الناس أنا أستطيع أن أخرج زاهد وألبس ثوب مقدد جاف يابس وألبس أشياء ترى تشعر مسكين فقير هكذا الناس تريد أذكر في محاضرة دينية رجل أنا أعرف يتقاضى لله الحمد الله يزيده خمس رواتب من خمس جهات خمس رواتب من خمس جهات وسيارته تعادل عشر ألاف درهم الناس شوف مسكين شوف كيف رجل بهذا العلم بهذا المنصب شوف سيارته كيف شوف وهو يتقاضى ولا يعرفون أنه ملاك العقارات هذا الناس تريد اللي تخدعها سيدي الناس تريد اللي تكذب الناس تريد اللي تنافق في حلقة الماضية كنت فعلا قاسيا يوم تكلمت حيننا دمرنا الدين حيننا دمرنا البلاد وحيننا أيضا دمرنا مفاهيم الناس تريد الناس أن نمثل عليها لهذا المتسول يجد رواجا في المجتمعات العربية لهذا الذي يمثل أن يده مقطوع ويضع يده خلف ظهره نعطيه المال لأننا نحب من يمثل ويكذب علينا المرأة التي تتباكى على الطرقات وتطرق باب سيارتك وزجاج السيارة تقول ادفع لي ندفع لها لأننا نحب من يمثل علينا نحب المحتال الذي يأتي بمسباح وبلحة ويذكرك بالله ومحتال يأخذ مالك نعطيه لأننا نحب من يمثل علينا هكذا أصبحنا نحن أمة يا سادة أصبحنا نعشق المسرحيات والتمثيليات الحياتية اليومية لأننا هكذا نريد هذا الذي نريده متى سنظهر بصورتنا ونتكلم بعفوية متى سنرتقي ونتكلم بعفوية داعي إنسان مهندس إنسان طبيب إنسان لا تأتي بمثالية مزعومة ونريد من الناس أننا لابد رجل الدين أن يزهد في الدنيا ويكون فقيرا لا يا سيدي رجل الدين عبد الرحمن بن عوف صحابي ومن أغنى أغنياء المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة ومن أغنى أغنياء المدينة حمزة من أغنياء المدينة أبو بكر رضي الله كان من أغنياء المدينة لماذا دائما نجعل صورة الفقر مقرونة بالدين الزهد مقرونة برجال دين تريدون أن أكذب عليكم أنا ألبس نظارة بخمسة درائم وأخرج عليكم على الهواء وألبس ساعة بعشرة درائم وأخرج على الهواء وأمشي بعكاز وسيارة قديمة حتى الشيخ الزاهد لا يا سيدي أنا زهدت بعقولكم وترفعت عنها هكذا وأضحك عليكم أنا وغيري أنتم من جعلتم الصورة النمطية لرجال الدين هكذا أنتم من كونتم صورة رجال الدين هكذا أنا أحب ذاك الشيخ المفقيه الذي يملك الملايين ليساعد الناس والمساكين أحب ذاك الرجل الشيخ الفقيه الذي يحيى حياته بما يرضي الله ويساعد المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف اليد العليا خير من اليد السفلة اجعلوا قاعدتكم هذا لا تساعدون على التمثيل على الناس فاصل ونعود